السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشد الطربوية في مقطع جديد يتعلق بنص وظيفين آخر يتعلق درس اليوم بالأسبوع الثاني من الوحدة الأولى بعد أن كنا قد انتهينا من جميع دروس الأسبوع الأول نبدأ على بركة الله بدروس الأسبوع الثاني تحت عنوان عاشقة النجوب والمجرات نعم درس اليوم تحت عنوان عاشقة النجوم والمجرات وفي هذا المقطع سنتعرف إن شاء الله على أجوبة صفحة رقم 23 من الكتاب المدرسي وكذلك أجوبة صفحة رقم 24 وكذلك صفحة رقم 25 إذن تابعوا معنا المقطع إلى النهاية حتى تتعرفوا على جميع الأجوبة وتستفيدوا من شرحنا لهذا الدرس إذن كتقديم بسيط لهذا الدرس عنا أستعد للقراءة وعبروا عن مضمون الصورة من خلال ملاحظة للعالم المغربي والثلوج والمنظار الفلكي نعم عنا الثلوج عنا العالم المغربي وعنا كذلك النجوم وعنا المنظار الفلكي إذن وعنا كذلك سيدة نعم إذن ماذا تعبر الصورة؟ الصورة تعبر عن مراقبة الكواكب من طرف سيدة أصلها مغربي إذن ألاحظ وأتوقع ألاحظ الصورة وأحاول تحديد مجال اهتمام السيدة التي تظهر فيها يعني ما هو المجال الذي تهتم به هذه المرقة المغربية؟ نعم هي تهتم نلاحظ هنا النجوم والكواكب وعندها واحد المنظار إذن هي تهتم المجال ديلها والنجوم والمجرات إذن نبدأ على بركة الله بقراءة النص نخدص سفحة رقم 24 من الكتاب المدرسي نعم كنتم من تكون الصورة واضحة نعم عنها أقرأ النص بطلاقة السؤال الأول أقرأ النص بشكل هامس وأنتبه إلى مخارج الحروف وعلامات الترقيب ثم أقرأ النص قراءة جهرية وأقتدي بقراءة أستاذي أو أستاذتي ثم أقوم قراءتي تحت إشراف أستاذي أو أستاذتي ضروري قراءة النص ونصحكم في المنزل أنكم تقرأون نص أكثر من خمس مرات حتى تحسنون أذائكم القراءة هذا متعلق بالقسم القراءة ننتقل إلى أفهموا النص أغني رصيدي السؤال الأول أتعرف معنى كلمة قضت من خلال وجودها في الجمال التالية عنا قضت أربع سنوات بصحراء أتكاما عنا أربع سنوات يعني هات قضت ما المعنى ديالها أو المراضف ديالها قضى نحبه في حادث سير نعم قضى نحبه في حادثة سير ثم قضت له المحكمة بطعويض رمزي إذن أشناء المراضفات لهذه الكلمة بالنسبة في الجملة الأولى عنا أربع سنوات قضت أربع سنوات بمعنى عاشت أو أمضت عاشت أو أمضت أربع سنوات ثم قضى نحبه عفوا قضى نحبه بمعنى مات في حادثة سيرين أو توفي في حادثة سيرين قضت له المحكمة بمعنى حكمت له المحكمة حكمت له المحكمة بطعوير الآن تقلل صفحة المولية وهي صفحة رقم خمسة وعشرون نعم عنا آتي بمفردات مرتبطة بكلمة نجوم عنا النجوم أشنون الكلمات لعنهم مرتبط بالنجوم في الفضاء مثلا عنا كواكب نكتبه كلمة كواكب كواكب عنا مثلا من العنوان مثلا مجرات وعنا مثلا فلك فلا فلك نعم هذه كلمات ممكن أن ننضيف كلمات أخرى لها علاقة بالنجوم إذن ننتقل إلى الآن إلى أفهم وأحلل السؤال الأول أستخرج من النص ما يدل على عشق مريم شديد للنجوم مريم شديد للنجوم والصعودات التي اعترضت مريم شديد إذن نبحث في النص عن عشق مريم شديد للنجوم أولا نعم انطلاق من النص عنا مثلا لحظوا معي فت السطر الخامس عفوا للسطر السادس السطر الخامس عفوا السطر الخامس من النص من الفقرة الأولى عطشها للعلوم الفلكية هذا أول شيء يدل على عشق مريم شديد لنجوم أعنا بفضل حماسها الشديد أيضا حماسها الشديد وعطشها للعلوم الفلكية وكذلك عنا هنا في الفقرة الثانية السطر الثاني كانت تتحدث عن النجوم كما تتحدث عن أصدقائها الحقيقيين من لحم ودم بمعنى أن مريم شديد كانت مهوسة بعالم النجوم والفضاء نعم الآن نخذ النص صفحة 24 لنبحث عن الصعوبات التي اعترضت مريم شديد عنا أول صعوبة وجهتها مريم شديد هي لم يكن الانتقال من المغرب إلى فرنسا للدراسة والحصول على الألقاب العلمية طريقا سهلا بمعنى صعوبة الانتقال من المغرب إلى فرنسا يعني القطوح المشكلة والصعوبة كذلك هنا يعني في السطر الثالث أما هي فكانت تطمح أن تكون عالمة فلك وهذا ما زاد في استغراب أساتذتها وذويها أن الأساتذة ديها والولدين ديها والأهل ديها ما كانواش تيقين في الموهبة اللي كانت عندها وفي الحلم اللي كان عندها يعني كانت تجير لهم أمر غريب كذلك منين اختاروها أن هذا مشي القطو المتجمد الجنوبي ما كانتش الأمور سهلة وإنما عاشت فيها قصوة الظروف المناخية عاشت فيها الظروف المناخية صحبة أكبر من دار فلكي يعني عاشت واحد قصوة واحد صعوبة يعني الأمور ما كانتش سهلة بالنسبة لمريم شديد بالنسبة لجاوبة لهذا السؤال أمانكم حماسواها الشديد عطشواها للعلوم الفلكية كانت تتحدثوا عن النجوم الصعوبات غيبة تشجيع من طرف أساتذتها وذويها صعوبة الهجرة نحو فرنسا قصوة الظروف المناخية وممكن أنكم يلقتوا شي تفسير آخر إذن الآن ننتقلوا للسؤال الثاني عنا أذكر سببيني لاختيار مريم شديد كي ترافق البيعة العلمية إلى القطب المتجمد الجنوبي السبب الأول والسبب الثاني طبيعات الحال انطلاقا من النص إذن نعود للفقرة الأولى قال لك استطاعت مريم أن تقتحم المعهد الوطني للبحث العلمي في باريس بفضل ماذا؟ بفضل حماسها الشديد وعطشها للعلوم الفلكية إذن هذن سببين باش مريم شديد دخلات المعهد الوطني للبحث العلمي إذن السبب الأول حماسها الشديد السبب الثاني عطشها للعلوم الفلكية السؤال الثالث استطاعت مريم شديد تحقيق طموحها وأصبحت عالمة فلك بفضل ماذا؟ مريم شديد وصلت وحقات الطموح ديها أو الحلم ديها بفضل ماذا؟ انطلاقا من النص إذن بالعودة إلى نص نعم نجد أن السؤال استطاعت مريم شديد تحقيق طموحها وأصبحت عالمة فلكن بفضل أولا أن في نهاية الفقرة الأولى بفضل طموحها منذ كانت صغيرة في المرحلة الإعدادية هذا أول سبب طموحها منذ كانت صغيرة الحاجة الثانية بالنسبة لمريم شديد هو التحدي والرؤية العلمية النافذة هذا السبب الثاني الذي خلق مريم أنها حقق الهدف ديها من قلب الصفحة وعن أيضا عبارة أخرى تدل أو كان سببا لتصبح مريم شديد عالمة فلكن بإصرارها على تحقيق أمنياتها نعم بإصرارها على تحقيق أمنياتها إذن قلنا الجواب هو الرغبة والإصرار والعزيمة الرؤية العلمية النافذة وطموحها منذ كانت صغيرة الآن تقلوا للسؤال الرابع قال لك أعددوا الصفات أعددوا الصفات التي حددتها مريم شديد للمرأة المغربية لتصبح متفوقة يعني الصفات لحداتهم مريم باش المرأة المغربية تكون متفوقة أو تصبح متفوقة هنا سننتقل إلى الفقرة الأخيرة وبالضبط عندنا في السطر الثالث في السطر الثالث نجده إلى تحقيق الحلم ثمانه الصبر والتضحيات إذن كجواب هذا واحد السبب أو واحد الصفة والصفة الثانية وبذرته الأولى ووضوح الهدف والطريق يعني هذا واحد الصفة أخرى لإكذا تعليهم تختزنها المرأة المغربية وإصرارها على تغيير وضعيتها يعني باش نحقوها للحلم هذا خصنا الصبر والتضحيات وخصنا وضوح الهدف والطريق إذن هذا الجواب لنا الصبر والتضحيات ووضوح الهدف والطريق الآن ننتقل إلى أركب واقوم عنا أرخص الفقرة الثالثة من النص الفقرة الثالثة من النص عنا الفقرة الأولى الفقرة الثانية الفقرة الثالثة بالنسبة لتلخيص الفقرة الثانية أو عما تتحدث الفقرة الثانية عنا يتحدث الكاتب في هذه الفقرة عن تميز مريم شديد وقدرتها ورؤيتها العلمية لتحقيق هدفها بالنسبة للسؤال الموالي أعبر بأسلوب خاص عن تحدي مريم شديد لاستغراب أساتذتها لتحقيق طموحها نعم كجواب على هذا السؤال تمثل مريم شديد المرأة المغربية الطموحة التي رفعت التحدي رغم استغراب أساتذتها وذويها لكنها أصرت على تحقيق حلمها هنا تعبير بالأسلوب دي كنتم ممكن أن تدروا أسلوب آخر ثالثا أبدي رأيي في اجتهاد مريم شديد ومثابرتها الرأي بيلي مثلا أن مريم شديد قدوة لكل إمرأة مغربية يجب أن نتعلم منها الاجتهاد والمثابرة والتفحية رغم الصعاب لنحقق هدفنا وبهذا أحباء نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا وانتظرونا في بقية الدروس ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وإلى اللقاء اشتركوا في القناة